والله يا معا الوزير احنا كل واحد من عدني اراد لتشاكوش حتى منيز علي دكتشاكوشة لا لا هلالله اكو قضية معا الوزير انا متابع ملف الكهرباء انتم دائما بالعاشر بالالهدعش بالالاثنعش تشتغلون على عملية صيانة ويعادة تأهيل المحطات حتى تقدرون وتواجهون وهذا يستلزم السنة في الياسات ماكو موازنة ماكو ما هي الخيارات امامك يعني هنت ستذهب قبلك السادة الوزراء انا شدت مواكبهم راحوا تدائنوا من التي بي اي زين انتم هاي السنة حتى تتأهلون محطاتكم وصير عدكم كعرباء هم راح تدائنون لو عدكم مخزون لو والله احنا ليس ادنا مخزون والتي بي اي لا يدائنا اي مبلغ ما يطيق واحنا في مأزة كبير جدا لهذا المبلغ الاخير اللي وزعناه بين الشركات وكلو ما راضين لانو يحتاجون بعد اكثر واحنا امام مستقبل غير جيد خاصا بالصيغ هاي المبالغ نصرفها على المحطات ولكن جنابك تعرف لازم اني ابني واطور نفسي لسنة القادمة للأسف شديد انت جنابك يعني اشرت الى موضوع مهم احنا في ضل عدم اقرار الموازنة لسنة 22 سوف ندفع ثمن نحن وغيرنا من المواطنين وغير من الوزارات الاخرى فمشكلة كبيرة جدا وبصراحة نحاول ايجاد حل بقدر الامكان ولكن قانون الادارة المالية واني التقيت بالاخوان سيد رئيس محكمة اتحادية ورئيس مجلس قضاء وقالوا احنا خلال القرار الثاني وزارة الكاروان مفتوحة الايد انه تصرف اموالي لانو وزارة خدمية بامتياس دا نحاول الان ايجاد البدائل الممكنة مع سيد وزير المالية واحنا في اجتماعات مستمرة مع دولة الرئيس في مجلس الطاقة ويرئاسة الان حتى نجد بدائل ممكنة لانو تصور ماكو حل سياسي لحد الان واكو حكومة ماكو رؤية في الافق يعني ما نعرف تسير حكومة